يقسم العلماء رحمه الله القضاء إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كوني القضاء الشرع يكون فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع أما الكون لا بد أن يقع ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه كيف لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويقع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع لحكمة أرادها الله نعم المترجم للقناة